كتائب القسام فقط اليوم تحدثت منذ صباح الباكر عن تدميرها 15 آلية عسكرية سواء في شمال بيت حنون أو على مشارف مخيم الشاطئ في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل أن تقسم غزة وتهجر سكان الشمال إلى الجنوب أو الوسط إلى الجنوب هذا الواقع الميداني الذي تسطدم به القوات الإسرائيلية كيف من الممكن أن يغير سيناريو المعركة ربما في لحظات أيضا هناك لحظات تشتد فيها بأس المقاومة أو نيران المقاومة المواجهات مستمرة وإسرائيل نفسها والجنود الإسرائيليين يتحدثون عن ضراوة هذه المقاومة هناك أشرط فيديو بلتها جنود وطباق جرح إسرائيليين يعالجوا في المستشفيات قالوا نحن نواجه أشباح لا نعرف من أين يخرجون لنا فبالتالي هذه الأشرطة للفيديو أعتقد أنها تدخل الرعب في قلوب الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية برعت حتى الآن في خطتها في قدرتها على نصب كماء للعدو الإسرائيلي تستغل نقاط قوتها أمام نقاط ضعف العدو تستغل قوادف الار بي جي مع الدبابات والآليات عن مسافات قريبة جدا تستخدم اللواسق المتفجرة على الدبابات وهذا ما شاهدناه بالصوت والصورة وهذا ما يرعب الإسرائيلي حقيقة وتستخدم قوادف اليسين وتستخدم القنابل اليدوية والمدفعيات الهاون بغزارة نيران كثيفة اشتركوا في القناة